في إحصائيات عالمية بتقول إن الانترفيو ممكن يكون تسع مراحل أو أكتر جوه الانترفيو نفسه أو في سلسلة من الانترفيوهات وراء بعض موضوع الأسئلة التقليدية ده خلاص بقى الانترفيو مهم جداً يكون فيه أدوات قياس معينة عشان في الآخر تساعدك تاخد القرار أها نيفين روستوم كارير كوتش وبزنس ترينر 14 سنة خبرة في مجال تنمية المهارات والإدارة كورس ده كورس الانترفيو ستراتيجيز هيعلمك تعمل إيه قبل الانترفيو أثنائه وحتى بعده هيساعدك إزاي تتخلص من الانحياز في القرار وحتى في الأسئلة وفهمك للإجابات يلا بينا نبتدي كورس الانترفيو ستراتيجيز